السيدة فسها قبرو والسيد تخلاي قبرو المقيمين في بلدة حرزي في محافظة إيروب شرق تقراي يواجهون أزمة مجاعة قاسية بسبب جفاف أرضهم الزراعية تفيد هذه السيدة أنها لأربعة عوام متبالية وهي تواجه أزمة الجفاف وكما أفادت أيضا أنها غير قادرة لتحملها للمجاعة خاصة أن لديها أطفال صغار لم تغطل الأمطار على محاصلنا إما جفت وأيضا لا توجد مساعدات إنسانية كي تقدم لنا وكل هذا عرضنا لأزمة المجاعة نحن وماشينا وبدورها أعربت مديرة المكتب الزراعي في بلدة حرزي السيدة فسهابرها بأن جميع ما تم زراعته في البلدة أتلف كلين وهذا عرض سكان البلدة للمجاعة حسب الإحصائية التي قمنا بها في البلدة استنتجنا أن 73% من أرضنا الزراعية تم إطلافها وهذا عرض سكان البلدة لخوض أزمة مجاعة أفاد أيضا نائب مدير بلدة حرزي السيد حقوس كحساي عن خطورة الوضع القادم نتيجة للجفاف وجراء ذلك توفي تسعة من الأطفال في البلدة بسبب المجاعة يواجه كل من سكان البلدة والمواشي أزمة مجاعة وأصبح طريح الفراش لعدم مقدرتهم تحمل الجوع وقد ماتت تسعة من الأطفال بسبب المجاعة وكما ناشد السيد حقوس كحساي من المجتمع الدولي وكل من يهمه الأمر في الإسراء لتقديم المساعدات للسكان للبلدة يجب أن يتم إيجاد الحلول لنهاية جميع الأزمات مما ناشد بأن يتم تقديم المساعدات وأضاف أيضا أن يوجد العديد من البلدات لا زالت تحت سيطرة قوات الجيش الأرتري مما يزيد ذلك من معاناة السكان